ومما يؤكد صلاة العيد أن حتى الحيض يعني من عليها الحيض والحيض لا تصلي أيضا تخرج فكيف بالطاهرات فلكن يعتزلنا المصلى ما يصلينا طبعا حتى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ورجاء البركة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى والمصلى مكان فضاء وهذا حتى يجمع أكبر عدد من المسلمين من المصلين وحتى يخرج إلى المصلى من الحيض لأن النساء الحيض لا يصلينا ويدخلنا المساجد فإذا كان في مكان في الفضاء حتى يجمع حتى من لا صلاة عليها